The Cadillac One أو الوحش أو The Beast هذه ليست أسماء مركبة فضائية أو صاروخ حربي بل لمعسكر متنقل داخل سيارة هي سيارة الرئيس الأمريكي فما هي مواصفاتها؟ ولماذا يمنع تصنيع نسخة أخرى مثلها في العالم؟ السيارة الخاصة بالرئيس الأمريكي تعتبر إرثاً يحصل عليه الرؤساء الأمريكان خلال فترة حكمهم وهي السيارة التي ورتها ترامب عن أوباما لكن مع بعض التحسينات لبعض المشاكل التي واجهها أوباما وها هو الرئيس الحالي جو بايدن يريثها عن سابقه لكن ما الذي يميزها عن غيرها من السيارات الفاخرة في العالم؟ السيارة The Cadillac One تبلغ قيمتها قرابة مليون ونصف المليون دولار سيارة سوداء تحتوي على نوافذ سوداء تحجب الرؤية إلى داخلها من الغارج فيصعب تنييز من يستقلها السيارة من صنع العملاق الأمريكية لصناعة السيارات جنرال موتورز وتعد واحدة ضمن أسطولين من السيارات الموضوعة رهن إشارة الرئيس الأمريكي عندما تتضح كل مواصفاتها فيأقرب إلى أن تكون ثكونة عسكرية مكتملة فلها أبواب مصنوعة من خليط فلاد فيعادل وزن الباب الواحد وزن أبواب طائرة بوينغ 757 هذا الوزن للأبواب يجعل منها لا تفتح إلا من الخارج وهو ما يجعل وزن السيارة يصل لثمانية أطنان دائما ما تكون السيارة مجهزة بأحدث البرامج الدفاعية فهي مصفحة مثل المدرعات والدبابات ومجهزة بأسلحة تشمل بنادق حربية وقاذفات مسيلة للدموع وهي مضادة للرصاص والعبوات الناسفة المزروعة على الطرق كما أنها مضادة للأسلحة الكيموية والهجمات الجرثومية عجلات السيارة مضادة للرصاص وأسفل هيكلية مصفح بجهاز معدني يقيها من أي انفجار مفاجئ وخزان الوقود مصفح أيضا ويحتوي على نوع معين من الرغوة التي تمنع الانفجار من الداخل تبدو السيارة كمجسم لبيت مصغر وهي مزودة بأنظمة إلكترونية وبنظام اتصالات مرتبط بأقمار صناعية ليكون الرئيس على اتصال بالعالم الخارجي وعلى اتصال بالبيت الأبيض مباشرة في حال وقوع أي حادث بينما تحتوي السيارة على بنك دم خاص من فئة دم الرئيس وأنابيب تزودها بالأكسجين لساعات وذلك تحسبا لتعرض الرئيس لأي إصابة ويتحول السائق الذي يتبع الأمن الرئاسي السري في حال أي طارئ إلى ممرض لأنه مدرب جيدا على الإصعافات الأولية وكيفية مواجهة الحوادث كل هذه المواصفات لا توجد إلا في السيارة الخاصة بالرئيس الأمريكي كما يمنع بيع أي سيارة مثلها لأي شخص سوى مؤسسة الرئاسة الأمريكية لأنها تمثل سرا من أسرار الدولة الأمريكية وأمنها القومية ويحيط بها أربعة أشخاص في حال توقفها وفي حال السير يتبعها موكب سيارات كبيرة لمنع الاقتراب منها ومنع تصوير من بداخلها بهذا نكون قد عرفنا سر سيارة وسبب سعرها الباهض واحتكارها على مؤسسة الرئاسة فقط في أمريكا فهي السيارة الوحشة الفريدة من نوعها فهل يعد صنع مثل هذه السيارات خوفا وحيطة لأمن الرئيس الأمريكي أم أنها فقط للتباهي أمام الدول وهل يمتلك أي رئيس أو زعيم عربي سيارة بهذه المواصفات أتمنى منكم وضع إجاباتكم في التعليقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر